كنا في مقدمة هذه الحلقة بنتكلم مع حضراتكو عن استرداد طابة وهذه القصة الكبيرة اللي يمكن الأجيال الجديدة والشباب الصغير لسه ما يعرفوش عن هذه القصة الكثير طبعا ماراثن دبلوماسي كبير خاضته مصر في هذا التوقيت من أجل استرداد طابة وكنا بنتكلم عن النقطة 91 الحدودية اللي من بعدها بدأت بقى تختلق إسرائيل العديد من المشكلات وتضيف العديد من النقاط حتى وصلوا إلى 14 نقطة حدودية عليهم مشاكل لكن الفريق المصري كان عنده إصرار وكان عنده عزيمة نحن نسترد هذه الأرض البعض ممكن يسأل إيه أهمية طابة احنا بنتكلم في كيلو متر مربع يعني ما هيش المساحة الكبيرة لكن ده بيؤكد زي ما قلت الحضراتكم أن مصر ما بتسيبش أرضها وما بتسيبش حقها زي ما اتكلمنا في البداية جمعنا الخرائط والوثائق وكان أهم حاجة في الموضوع هم شهود العيان نتكلم بقى عن دور القبائل في دعم الدولة في هذا التوقيت من أجل إثبات أحقية مصر في طابة ودورهم المستمر على مدار الزمن دعم القبائل لا ينقطع تماما عن دعم الدولة ومسندتها في عملية التنميم في هذه الفقرة هيكون معنا طبعا الشيخ سلامة مسمح هو شيخ مشايخ الإحوات اللي منوارنا يا أهلا بحضرتك أهلا بحياتك وصبع خير عليك وصبع خير على الشعب المصري الكريم وبنهنى أنفسنا ونهنى القيادة السياسية ونهنى الشعب المصري بمناسبة عيد تحرير طابة آخر متر حررناه في سيناء يا أهلا بحضرتك وكل سنة وحضرتك طيب وحيط طيب في النهاية السؤال اللي نبدأ به إحنا إزاي كقبائل دعمنا الدولة في هذا التوقيت وأعتقد أن جد حضرتك ليه دور في هذا الأمر والله أود أقول لحيك على حاجة إحنا يعني مهما نوصف النهاردة بعد 35-36 سنة من استرداد طابة مهما نوصف النهاردة اللي حصل فيه استرداد طابة وإزاي طابة رجعت وسيناء عموم إزاي رجعت يعني إحنا النهاردة نمكن نكون نتكلم عن طابة لأنه عيد تحرير طابة عايز أقول لحيك زي أي حد من الشعب المصري ضحها الناس في سيناء برضو ضحوا هنا كتير وكل الشعب المصري ضحها من أجل استرداد آخر شبر في سيناء وطابة طبعا زي ما حقاك ذكرت طبعا كان فيها مراوغات كتير في استلام طابة لأن هي طابة تستحق فعلا أنها هيكون تيجي بالشكل دوت لأن طابة يعني فعلا هو الاحتلال لما كان ماسك في طابة ما كانش ماسك عشان هي شوات جبال وشوات ماية طابة ليه أهمية استراتيجية كبيرة ولو حضرتك بسيط على طابة طابة بتبص على أربع دول الموقع بتاعها موقع استراتيجي مكان مميز فبالتالي كان فعلا الطماعة الإسرائيلية كان موجودة في طابة الإسرائيلين من ساعة ما دخلوا سيناء وهم هدفهم كبير أن طابة تبقى جزء كبير من من إسرائيل أو يعني من المراشراش لأن المراشراش طبعا برضو لها موضوع فكان أول حاجة يتعمل هنا يعني طابة كان محل اهتمام ليهم أنهم يعملوا فيها الفندق ويعمل فيها انشاءات ويبقى يحطها من ضمن المخطط بتاعه يعني زي حد عارف أنا هخرج من كله بس الحيطة دي أنا مش هخرج بتاتي هضم أنا طبعا عندي بتضم برضو من المعالم التاريخية اللي فيها أنا بتضم عندي حاجة اسمها شجار الدوم شجار الدوم دي شجار معمرة لها مئات السنين مالهاش تاريخ عندنا ولكن الأشجار دي الأجداد بتوارسها عبر السنين لأن كان كمان كل قبيلة نتعرف حاك لها النفوذ ولها مواقع جغرافية فكان منطق الطابة كان تحت الشياخة القبيلة عندنا وكان لها نطاق جغرافي للشياخة من أمور شراش لغاية ألعة نويم بس هي الدنيا التي بتغير مثلا أماكن والسيطرة كل قبيلة عليه فأشجار الدوم عندي أشجار الدوم وعندي أبار المية يعني فيها أبار المية فطبعا دايما أبار المية مع النخيل في 그것 في ناس عيشة. فبالتالي طبعا في ناس عيشة يبقى في ملكيات. مزروح. فملكية أشجار الدوم وقبارة المياه. ده حضرتك موجود بي حاجز ما السكك العثماني. من هيام الدولة العثمانية كان محتلة. أو يعني كان الدولة العثمانية مستلمة كل الكتر دوت. فكان بيطلع للشياخات زي حاجز ما السكك العثماني. الساك العثماني يثبت ملكية أشجار الدوم أو النخيل أو المياه في في وده فند للدعات الإسرائيلية في النقطة تحديداً أنه قالوا تقسيم الحدود في 1906 طبعاً مش تابع الجانب المصري بالظبط كده في 1906 إنها مش تابع الجانب المصري وكمان إن المواطنين اللي موجودين هنا ما هماش مصريين فطبعاً الجدي الشيخ مسمع كان هم عاصق العثمان الملكية أشجار الدوب فطبعاً الإسرائيل كان من ساعة ما دخلوا وهم هدفهم الرئيسي أنه هو ياخد منه الملكية دي الوثيقة بمعنى صحية وثيقة أنا الحقيقة ما شفتهاش وسؤالها كان عارفت منه وحنا عارف حنا من نتوارس التاريخ عن بعض فكان عايزينها منه فحاصرت محاولات كتير جداً إنه هو ياخد منه وثيقة عايزين ياخدوها عشان ما تتقدمش لا هو عايزين ياخدوها علشان يقولوا إحنا اشترينا الأرض دي من مواطن مصري طبعاً رفضوا قالوهم لا ده وثيقة مش موجود معايا وخد مهاطرات كتير جداً مع الاحتلال هنا عشان يخرج من القصة دي لما اللجنة تحكين كان موجودة هنا بعد كده لما وحنا منسترد طبعاً كان الحاجات دي قدمها للمختصين كمان هو شاهد على علامة 91 علامة 91 حاجات دي كان محطوط صخرة كبيرة ما بين دولة فلسطين وما بين الدولة المصرية في التأسيم اللي حصل فهم شاروا الصخرة الكبيرة دي وردموها في الهليكوبتر وردموها في الوادي فهو كان برضو من ضمن شاهد رئيسي في ان الشجرة الصخرة كانت فوق الجبل ونزلوها تحت في المكان المنفذ البري دلوقتي فلا كان فيه الحقيقة كان فيه منوشات كتير كان فيه كمان تعصف معهم كان فيه يعني الناس دي كان عادت فترة طويلة جداً هربانة في الجبل بتستخبى من الناس دي عشان ما يوصلش ان هو يبيع مكان كان طبعاً هم كان بالنسبة لفلوس دي الاسرائيلي كان بالنسبة لهم انو يدفع فلوس دي حاجة اسهل حاجة ما يمكن في الدنيا طبعاً ولكن هو حسب النفوس والحمد لله يعني طبعاً الناس عندنا كان وعية يعني أنا بخلف فكرة دايماً ان البدو ممكن يكون لأ احنا عندنا في كل المجتمعات ممكن يكون فيه حد نفسه ووحشه وفي كل المجتمعات الناس كويسة وده موجود في كل المجتمعات يعني يعني البدو فعلاً كل القبائل مش الأحيوات بس كل القبائل فعلاً ضحط في تحرير سيناء وفي جمع المعلومات وفي مساعدة القوات المسلحة وطبعاً احنا أنا عايزة ألاحك ان احنا لحد النهاردة يعني هو عايزة ألاساتك ان دحر الإرهاب طبعاً بمجهود قوات المسلحة والشرطة وطبعاً بمساندتنا للقوات المسلحة صحيح ما هو الدور مستمر وكنت عايزة أكلم حضرتك فيه دلوقتي انه الدور لم ينقطع عند هذا الحد الدور مستمر لحد الوقت اللي احنا عايشين فيه دلوقتي من خلال بقى زي ما ذكرنا وقت الحرب من قبليها وعملية دحر الإرهاب مروراً بعملية التنمية اللي بتتم اعتقد انه الدولة ما كانتش تقدر لوحدها بدون دعمك ومساندتك لها من اجل انشاء كل هزي المشروعات اللي تمت هنا في جنوب سيناء انا ودول السلطة احنا النهاردة معلش يعني هي الدولة بتعمل لمين هي بتعمل للمواطن واحنا جزء من هزي المواطن احنا درنا وواجب علينا ان احنا نساعد نساعد الدولة في انها انها تفرض الاستقرار وتفرض الامن واحنا لو ما عملناش كده احنا معلش يعني ما نستهلش ان احنا نعيش على الارض دي فاحنا يعني اول حاجة انت عارف حيك ان كل المجتمعات ولكن البادوي عنده تسبش بالارض اقتر من احد لانه ما عندوش مكان تاني يعني البادوي ما عندوش مكانية او ما عندوش فكرة ان انا سافر برا حتى تشتغل برا ما عندوش فكرة ان انا مثلا اممكن اروح محافظة تانية لا هو انا هموت هنا انا هعيش هنا حلوة مرة هيش اموت هنا فبالتالي ما بيحصلش حاجة يعني محدش بيساعد على حاجة تكون مضرة الا اللي هو نفسي توحش وفي الاخر هو بيندم وبيرجع انما الغالبية العظمة لا طبعا احنا كلنا بنخاف على الارض دي كلنا مساندين للدولة احنا كلنا مساندين لقرارات القيادة السياسية واحنا خلف القيادة السياسية وخلف القوات المسلحة في دحر الارهاب وفرض الامن وسيطرة هيبة الدولة على سينة بالكامل عظيم جنوب سينة هي محافظة سياحية من الدرجة الاولى فيها كل انواع السياحات ولو هنتكلم عن طابة يعني حد سؤال حرج الناس يعني بتقطع المسافات عشان تيجي الطابة للاستجمام للراحة للسياحة العلاجية للسياحة البدوية اللي بقى الجزء مهم جدا من الاقبال او بتشوف جزء كبير من الاقبال من المصريين يعني الناس بتيجي من المحافظات المختلفة عشان تشوف طبيعة الحياة هنا عاملة ازاي لو تكلمنا عن السياحة بشكل عام في طابة خلال الفترة الفاتت عاملة ازاي يعني انا عايز اقول لستك احنا حتى هناخد كمان نموذج من ما قالو اسماعيل المحافظ مبارح ان هدف كمان الاحتفال ده ان احنا نبعث طمأنينة للسياحة الداخلية والسياحة الخارجية احنا الحقيقة لا خليج العقبة لا خليج يتميز بكل انواع السياحة كمان عندنا مطارات عندنا مواني برية عندنا مواني بحرية يعني اقول لحك في فنادق بدانا طبعا نسمع سيدة المشاهدين بدانا نسمع دلوقتي الصوت في الخلفية الاستعدادات طبعا لمراسم رفع العلم اللي هتم ان شاء الله بعد شوية بدأت بقت الفرقة زي ما حضرتكو كده اكيد سمعين الصوت طبعا مشاهدين في الخلفية الاستعدادات بدأت وبدأت المزيكة بدأت العزف الانشيد الوطنية والفرق موجودة وكانت تحضيرات شغلة من بدل الحياة يا شيخ سلام زي ما بقول لستك احنا يعني بنطمن السياحة الداخلية قبل السياحة الخارجية ان احنا امان وان احنا يعني مع القوات المسلحة والشرطة ان احنا برضو جزء منها يعني ان احنا بنأمن هذا البلد البلد آمن واحنا يعني بنتمنى من كل المصريين يجو يزوروا طوابة يزوروا ويبع يزوروا دهب يزوروا شرم الشيخ دي اماكن يعني بجد تستحقن الناس تزورها واحنا كمان بنطمنهم ان مفيش اي يعني مفيش حاجة تمنع انهم يجوا هنا عندنا طرق ما شاء الله جميلة من النفق لغاية طوابة بالزبط ساعتين ونص عندنا طيارة على مطار شرم الشيخ داخلي ولكن احنا بنقول ان طوابة فعلا تستحقن السياحة الداخلية تزورها قبل السياحة الخارجية صحيح كنت لسه بقول لحضرتك كمان الجو بشكل عام في المدينة يعني تقريبا رائع طول السنة زي ما انت حيك شايف احنا بشوف مارس وفي درجة الحرارة يا فندم احنا بنطعم كل كل مصير يجوا يعيشوا معاني هنا احنا البلد واسعة وتشيل كل وتشيلنا كلنا يا ربنا خليك يا فندم طيب لما نتكلم عن المشروعات بقى اللي تنفزت كمشروعات خدمية وتحديدا لخدمة الشباب كنا نتكلم مع جبريل فتيح معهم المحافظة دلوقتي عن تواصل المحافظة بشكل عام مع الشباب انتوا هنا حسين بايه من خلال هذه المشروعات هل هذه المشروعات بالفعل بتمس الشباب الشباب محتاج ايه من ابناء مدينة الطابة اولا احنا من لا يشكر الناس لا يشكر الرب احنا فعلا يعني احنا بنقدم شكر كبير للقيادة السياسية على اهتمامها بسينا خصوصا واهتمامها كمان الخاص بخليج العقبة الحقيقة احنا الكلام ده مفتقدينه من ثلاثين سنة احنا السبع سنين دول احنا الحقيقة اللي كان مفروض يتعمل لنا في الثلاثين سنة احنا بنشهد انه تعمل لنا في فترة صغيرة جدا احنا كمان نحظين حلو ان احنا معانا سيادة اللواء الدكتور خالد فوض محافظ جنوب سنة وبعدين يعني الحقيقة ما بيستناش لما نوصلوا في المكتب هو بيروح كل نجع هو بيروح كل تجمع هو بيروح عند كل حد عنده فرح بيروح عند كل حد عنده عزة الحقيقة الشباب والمشايخ كلنا بنطلب منه مباشر على ارض الواقع احنا الحقيقة عندنا افتتاحات مبارح كبيرة في النقب قرية النقب لسه منضملنا من شمال سينة بس هي كانت على اطراف شمال سينة من ساعة ما هي تبع شمال سينة النهاردة هي بقى تبع جنوب سينة بقالها بتاع سنة الحمد لله مبارح ست محافظ حتى حجر اساس لستين بيت بدوي ومكتب بريد على اعلى مستوى زي وزي اللي موجود في شهر مشيخ ملعب خماسي وكمان توفير عربيات الميا اللي صالحة للشرب وكمان كان بفكر في ان احنا لازم نشوف قبار مية ونحفر ونوفر مية زاتي في المنطقة دي ايه الحقيقة ده انجازات احنا بتتم في وقت صغير وطلبات كبيرة بتتم في وقت صغير والاهم طبعا هو قياس ما ده رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة وتواصل مباشر مع عامزة ما حداك ذكرت كل الشكر لك حداك شرفتنا ونورتنا الشيخ سلامة مسمح شيخ مشايخ الأحيوات شكرا جزيلا لحضرتك شكرا لحقيقة نورتوني فان شكرا لحضرتك